موسيقى موسيقى ساعة الجزائر منذ استقلالها إلى رفع تحدي الأمن والسيادة الاقتصاديين من خلال قرارات تاريخية وجريئة توجت بإرساء أسس اقتصاد متنوع رحلة طويلة قطعها الفلاح الجزائري بعد الاستقلال من الخماس إلى الفلاح إلى صاحبي الأرض ارتباط سي الطهر بالأرض ليس والد اليوم بالأمس جاهد وكافح للحفاظ على الأرض رفقة عائلته الثورية جده الفلاح كما والده وإخوته الذين استشهدوا فداء لأرض الوطن أرض اختار سي الطهر المجاهد بعد الاستقلال رفع المعولي لاستصلاحها في الحقيقة احنا في الربعة وخمسين واثنين وخمسين والدنيا كان عنا تراب في مزغنة في تابلات ولاية ندية عنا واحد العشرين قطار كان جدي بابا الله يرحمهم يخدموا فيها ويعني كنا نالوا عنا زيتون عنا كل شيء ويحنا في مزغنة هذه كانوا المجاهدين دايرين بيسي عندنا الحمد لله بس كنا جايين في الجبل وكان سي الأخضر يجيب الجنود قاع ويجي من بعدها طلحت في السيقونتنا في التسعة وخمسين داني اخويا جاتي ما تبكي راح تنسي الأخضر كيف تديني ولادي في زوج قال هو حب اخويا ما تشاهد بابا شاهد جدي شاهد عمومي شاهد الشهداء كل وانا سلكت قطعت الجزائر أشواطا طويلة للنهوض بالقطاع الفلاحي على مدار ستة عقود من خلال قرارات هامة شملت غداة الاستقلال تأميم الأراضي الفلاحية وإعادة توزيعها على الفلاحين فمرحلة الثورة الزراعية لتليها مرحلة الإصلاحات الأولية كما اعتمدت السياسة الفلاحية في السنوات الموالية على تطوير المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي كالحبوب والبقوليات والحليب والزراعات الزيتية والعلفية إضافة إلى ترقية القاعدة الإنتاجية وبعث الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية وكذا توسيع المساحات المسقية وتشجيع حاملية المشارعية الصغيرة إضافة إلى تقديم القروض والدعم التقني والتكويني للفلاحين مع توفير الأطر التنظيمية والقانونية التحفيزية لكل الفاعلين إذن النماذج التي وضعتها الجزائر حتى تتنظر بقطاع الفلاحي من قروض بنكية على الأدوات المالية نتكلم عن أدوات المالية كان فيه كثير من قروض المالية وكثير من الدعم المالي على غرار التعادضيات الفلاحية أو تعاونة الفلاحية أو البنك التنمية المحلية أيضا على الأغلفة المالية التي كانت مخصصة أيضا للعتاد الفلاحي نتكلم من الجزائر يعني من بين الدول القلائل التي تمنح العتاد بالمجان الفلاحين كعتاد الرش المحوري أو عتاد السقي الأسميدة أيضا الدعم الأسميدة دعم البدور ذلك كثير من الأدوات أو كثير من النماذج أعطت أكلها في هذه السنوات الأمر أنه حتى في القطاع أو حتى في الجانب المائي يعني كان فيه كثير من الإنجازات تعمل من مغودات الاستقلال حتى يوم من هذا في بناء السدود حتى وإن كان في العشر سنوات الأخيرة كان فيه تحول مناخي الجزائر أيضا كانت عندها استباقية في إنشاء مشاريع لتحلية مياه البحر مقاربة التنوعي الاقتصادي وتدعيم قدرات تصدير خارج المحروقات أصبحت ملموسة وواضحة بفضل سياسات تتماشى والأهداف المسطرة في برنامج الإنعاش الاقتصادي ما جعل قطاع الفلاحة يغطي ما يفوق 74% من حاجيات السوق الوطنية سنة 2021 إذ بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي ثلاثة ملايير ونصف سنة 2021 كما ساهم القطاع والفلاحي بـ 14.1% سنة 2021 من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل 20% من اليد العاملة الكلية بحوالي 2.7 مليون عامل فيما بلغ عدد المستثمرات الفلاحية 260 ألف مستثمرة سنة 2021 وتسجيل قرابة مليوني فلاحة بالغرفة الوطنية للفلاحة حقيقة يعرف قطاع الفلاحي ديناميكية كبيرة على مستوى الوطن بصفة عامة وعلى مستوى ولايتنا بصفة خاصة تمتاز ولايتنا تيزيوزو بمناخ فلاحي متنوع حيث جميع الشعب ممثلة على مستوى ولايتنا من شعبة إنتاج الزيتون إلى شعبة تربية الحيوانات سواء الأبقار أو الأغنام أو الدواجن أو الأرانب كذلك إنتاج العسل كذلك إنتاج اللحوم الحمراء كذلك الخضروات كذلك بالنسبة لحتى إنتاج الحبوب ولو يعني أن المساحة ليست مساحة كبيرة جدا إلا أنها فيه إنتاج للحبوب على مستوى ولايتنا ونغطي احتياجاتنا من البذور وفيه تموين بعض الولايات اتجهت الجزائر من أنموذج اقتصادي قائم على الريع نحو أنموذج اقتصادي قائم على استحداثي الثروة ويستجيب لمتطلبات التغيرات المتسارعة والتي يشهدها العالم والتي مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي مما زاد في حدة الطلب على المواد الأساسية إذ ارتفع سعر الطن الواحد من القمح الليل إلى أكثر من خمسمائة دولار خلال شهر مارس الفارط بزيادة فاقة الثمانين بالمئة ما دفع الحكومة الجزائرية وبنظرة استباقية لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية خاصة القمح تم تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام للديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز تسعمائة مليار دينار في سنتي 2021-2022 كان فيه برنامج ضموح في قطاع الحبوب خاصة وتزامن هذا البرنامج مع المشكلة العالمية أو الأزمة العالمية الآن تقريبا مشكلة الحبوب هو مشكلة كل الدول العالم هذا التسابق أو هذا التناطح الذي ضفر بكميات من الحبوب لتأمين الغذاء الجزائر كانت عندها في هذا الشقين عمل داخلي الذي هو تطوير شعبة الحبوب وحطت كامل الإمكانيات بفعل هذه الإنجازات من هياك القاعدية لتخزين أو تحلية المياه البحر لتموين الماء الذي هو أعضو حيوي في هذه العملية تقريبا 60% من استهلاكنا الداخلي هذا الرقم جد معتبر وفي هذا السياق ارتفع الإنتاج الوطني للحبوب بفضل زيادة مساحة الأراضي الفلاحية والمخصصة لهذا الفرع الاستراتيجي بكافة أنواعه ليسجل في حصيلة مؤقتة أكثر من 41 مليون قنطار هذا الموسم مقابل 27.6 مليون قنطار سنة 2021 وتتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج لعام 2025 حوالي 55 مليون قنطار على نساحة 3.75 مليون هكتار فيما بلغت كمية إنتاج البطاطا أكثر من 46 مليون قنطار سنة 2020 وقد تم تقلص الكمية المستوردة من بذور البطاطا إلى 50% ما يعد مكسبا هاما خاصة بعد استحداث البنك الوطني للبذور والذي تعول عليه الدولة كثيرا يتم تخزينها لاستعمال هذه البذور كنقطة انطلاق لأي برنامج تحسين الأصناف مهما كانت الظروف ليتسنى لنا وضع تحت صرف الفلاحين أصناف جيدة ذات مردود عالي ومقاومة أيضا للظروف المناخية القاسية عندنا أكثر من 200 صنف الذي يتم تكثيره عن طريق المؤسسات المنتجة للبذور المحطات عندنا هنا في الجزائر وعندنا كذلك محطات جهوية عندنا في سطيف تيارة سيدي بالعباس والخرب لماذا؟ لأن هذه المراقبة تتم على مستوى كل القطر الوطني الفلاحة عصب الإنعاش الاقتصادي والذي تسعى الجزائر من خلاله لتحقيق اكتفائها الذاتي وتقليل فاتورة الاستراد وولوج الأسواق العالمية بالاعتماد على مؤسسات متوازنة ذات إنتاجية كبيرة على غرار الفلاحة الصحراوية بوابة الجزائر إلى السوق الإفريقية كما تعاول السلطات العمومية على الصناعات التحويلية في مخططاتها التنموية متوسطة وطويلة المدى للنهوض بقطاع الفلاحة موسيقى أنا شوفي أديت هنا في الحقيقة أديت تراب فارغ بحثت أذهب المرأة باش أحفرت صندا وغير السجرة وخدمت التراب كان التراب يعني فارغ بور ما فيه والو والحمد لله اتعبت وخدمت يعني كي الثورة كي التراب في الثورة كي التراب اشتركوا في القناة